اشتركوا في القناة الممكن عدها وعن الأسماء التي لا يمكن عدها باللغة الإنجليزية لكن قبل بدللي بحاجة تذكير بالأرقام وبطاقة العد يوقفها فيديو مؤقتاً ويقبس على لينك على الشاشة ليروح على درس الأرقام هلأ بعد ما كلنا صرنا نعرف و أو تذكرنا الأرقام صار فينا نبلش بدرس اليوم بالنجيزة بعض الأسماء ممكن عدها وبعض الأسماء لا يمكن عدها تتميز الأسماء التي يمكن عدها أو countable بأمرين الأول هو أنه إلا مفرد وجمع وفي بعض الأمثلة على الشاشة والتاني هو أنه بحاجة مفرد الاسم عطول قبله أداة تعريف أو أداة تنكير ولمعلومات أكثر عن أدوات التعريف والتنكير بطلب مراجعة الدرس الثالث من هذه السلسلة تبسوا عليهم على الشاشة التي تروحوا عليه أما الأسماء التي لا يمكن عدها فكمان تتميز بأمرين الأول هو أنه مألة صيغة جمع والتاني هو أننا لا نستخدم قبل أدوات التنكير يعني لا a ولا an منيجي هلأ للسؤال المهم كيف منعرف إذا الاسم countable أو uncountable أسهل طريقة أو أكثر فعالية هي البحث بالقوموس عن هالاسم والقوموس رح يحدد بين قوسين إذا الاسم countable أو uncountable أو رح يعطينا جمع الاسم لو الاسم countable وبالتالي إله جمع عندنا كمان بعض القواعد العامة التي تحدد كلماتها uncountable منها المشاعر المأكلات والمشروبات معدل الخضر والفوكب الثوائل المواد الأولية مثل خشب تهب إدخ اللغات كلمة money بحذاتها كلمة مصاري ولكل شيء يقلتوا ترى أمثري على الشاشة حسب الثياق والمعنى العامل الجملي بعض الكلمات قد تكون أحيانا countable وأحيانا uncountable هون كمان قموس رح يقلنا شوية الأسماء ولأشرح أي متى كل حالي رح أعطي مثال إذا قلت I have beautiful hair أنا عندي شعر جميل هون بقصد أنا شعري بمعنى العشر تعشر مليون شعر اللي على رأسي هون كلمة hair هي uncountable أما إذا قلت I have a beautiful hair أنا هون محتفظ بشعره وحدة جميلة حططها بعلبة أو خزنة أو شيء وكلمة hair هون هي countable بمعنى فيه يقول I have two أو three beautiful hair بأن شعرتين ثلاثة بالمعنى الحرفي تبع شعره هلأ مع أنه المأكلات والمشروبات uncountable باللغة المحكية ببعض الحالات خاصة من مطاعم منستعملهم كأن uncountable مثلا إذا قلت I ate two salads and drank four beers أنا أكلت سلطتين وشربت أربع بيرات هون الجملة كواعدين غلط طبعنا ما منقول واحد سلطة اتنين سلطات ليت سلطة ولا واحد بيرات اتنين بيرات ليت بيرات هيدا بالإنجليزة عم بحكي ولكن لأنه هالكلمة مفهومة ومستخدمة شعبيا ما يحول عنها صح ولكن مقبولة استخدامها هيدا بتأكد فكرة أنا قلتها قبل أنه خاصة بأول فترة من تعلم بليز ما حدا كتير يدقي على إذا قواعديا عم بيقول كل شي صح ولا لا دقيق أكتر على أنه الفكرة عم توصل لليقبالكن ومع الوقت مع الكراءة والممارسة رح تكتشفوا أخطاء القواعد وتصلحوها لحالكن نفس الحكي تبعا القواعد ينطبق على اللفظ هيدا ملاحظة حابقولها هلأ لأنه كتير عم شوف عالم عم بسمع العالم معتبرين أنه أي لفظ غلط أو أي لفظ ما بيشبه الإنجليز أو الأمريكان يدول بالضرورة على جهل باللغة والعادة المعرفة متناسين أنه أصلا فيه شي أكثر من خمسين لهجة الإنجليزية لوحده بين أستراليا حتى لهجة بالهند فببساطة ما بدي حدا يخسر سأته بحاله كلمة لطريقة لفظه أو أخطاء قواعدية طالما المعنى واصل وكله بتحسن مع الوقت برج على درس اليوم اللي إجاب فيه وقت نتعلم بعض الكلمات رح بلج بكلمتي some و any نستخدمون قبل أسماء الكاونتبل بالجماع وقبل أسماء الأنكاونتبل some تستخدم للجمل الخبرية مثلا I ate some rice أكلت بعض الأرز وكمان لجمل الاستفهمية اللي فيها عرض وطلب بمعنى هل تريد أو هل يمكنني الحصول على مثلا هل تريدين بعض النبيل do want some wine هل يمكنني الحصول على بعض الطحين may I get some flower any تستخدم لجمل الاستفهمية وللنفي مثلا لم أحصل على أي خصومات I did not get any discounts هل تعرف أماكن جيدة do you know any good places تاني كلمتان هم much وmany اللي عادة ما منستخدمهم بالجمل الخبرية بل أكتر بالاستفهام والنفي many للأسماء الكاونتبل ومتش للنخاونتبل أمثلة do you see many dogs هل ترى العديد من الكلاب I did not have much time لم يكن لدي الكثير من الوقت منحط how قبل هالكلمتان حتى نسأل عن الكمية معنى لنسأل كم ولي تفاصيل أكتر عن الاستفهام بالانجليزي بطلب انكم تشوفوا الدرس السادس من هالسلسلة كمان يكبسوا على link على الشاشة حتى تتروحوا عليه أخيرا لنحكي عن عدم وجود أي كمية من شي بغض نظر عن كونه كونتبل أو لا من حط قبله no أو من حط not any أحيانا بينهم فعل مثلا رامي has no money رامي ليس لديه نقود أو فيه يقول كمان رامي does not have any money والمعنى هو ذاته وهيك بنهي درس اليوم شكرا على المتابعة وأتمنى تكونوا استفدتم إذا عم بقدر سهل تعلم اللغة عليكم بتمنى منكم لايك للفيديو تشاركوه مع اللي بهم الموضوع وتحطوه لأي شي بتحبوه بالكومنتات تابعوا logic rot على السوشيال ميديا تعاموني على patreon اشتركوا بالقناة أنا بتشكركم مراتين على اهتمام والمتابعة وبلاقيكم بالدرس القادم باي